ظاهرة ليست بجديدة ولم تكن وليدة الصدفة الا انها باتت تأخذ منحا تصاعديا مع تقادم الايام عليها الا وهي التسول في الساحات والتقاطعات المرورية داخل العاصمة بغداد والتي اخذت اشكالا عديدة فمنها الاستجداء ومنها مسح زجاج السيارات وغيرها الكثير من الامور والتي غالبا ما يقوم بها اطفال من كل الجنسين لم تتجاوز اعمارهم العشر سنوات والسبب في نظرهم العوز المادي صالي شار يعني نشتغل وعيشتنا يعني صالنا نشغل نشتغل وميش شغلة ما عادنا يعني ازنا الناس حواسم وقوة قاعدين نطلع نشتغل لحد ما نجمع صالنا عندنا فلوس نشتغل بيدنا قاعدين ظاهرة التسول صارت يعني بطلق بغداد بصورة يعني خاصة مهنة وليس يعني لغرض انه ياخذ متطلبات اليومية مثل الاكل والشرب ودى اللحظ انه الاعمار ماتهم اكوت شبير وزغير واكثر شيء هسا الاعمار الصغيرة اللي هي يعني جاءت انحرف المفروض هسا ذول الاطفال هم المفروض بالمدارس تعلمون ومن خلال عملنا لهذا التقرير رصتت كاميرا قناة النهار عراق طفلا متسولا اشبه بماوكلي وهو يتسلق احد الاشجار بعدما اهلك جزاده النحيل حر الصيف الذي لا يرحم ليتخذ من شجرة عالية مكانا يختبئ فيه من جحيم الصيف دنيا حارة مثل هي حارة ما اجدر خشمه تقدم خلوه الساعة تتعشش احنا عندهم عالجة قضية دراستها من كل الجوانب اول شي ننظر ما هي اسباب كثرة المتسولين نقدر نقول بالبداية بان العراق اصبح لا زراعة لا صناعة فالمتسول من ديجي ابو عاطل عن العمل امه يعني لا تستطيع كمال متطلبات الحياة فتضطر العائلة ان ترسل ابنها حتى لو كان هو بعده في سن الحضانة او الابتدائية لو الدولة تلزم هذول المتسولين تقضى عليهم حالة التسول او اي انسان اللي شافته متسول الزمه اذبه بالدور الرعاية او احجزه اجز على اهله اتفاهم منه هل هو صحيح محتاج بس الساعة الدولة تتاجه تقير تراعيف الشكل بس هذا هو محتاج من غصب المعليهم راح يذبوب المراكز والمراكز راح يجون يستفاد ولكل ظاهرة ولكل ظاهرة اسبابها وسلبياتها العكسية على المجتمع فتفاقم قضية التسول مثلا ارجعها خبراء الى العجز الحكومي في مكافحتها فضلا عن وجود مافية خاصة بالتسول تقف خلف هذه الظاهرة والتي تدر اموالا طائلة عليهم وان استمرارها بهذا الشكل سيعطي انطباعا سلبيا للهيكلية المجتمعية داخل المجتمع العراقي سيف علي بغداد